لندن ولمتابعة أيضا أخرى لمجريات عملية التصويت في مرحلتها الأولى للعمانيين في خارج سلطنة عمان ونرحب معنا من المملكة المتحدة برئيس جمعية الطلبة العمانيين في لندن خالد زبيدي نمسي عليك بالخير ومباشرة نتعرف على تجربتك فيما يتعلق باستخدام تطبيق أنتخب مساءكم نور وصرور أنتم ومتابعينكم الكرام حقيقة تقربة كانت سهلة وميسرة هذه أول تجربة على مستوى شخصي يعني كانت عن طريقة تطبيق وكانت سهلة وما استغرقت أكثر من ثلاث إلى أربعة دقائق أقول لها الحمد خالد العمانيين الموجودين هنا في سلطنة عمان بإمكانهم أن يحضروا اللقاءات المترشيحين مع الناخبين بشكل واقعي لكن أنتم خارج حدود سلطنة عمان يتيح لكم تطبيق انتخاب حضور اللقاءات افتراضيا من خلال المساحات الحوارية كيف تقد هذه الميزة في هذا التطبيق؟ الحقيقة نحن كنا وكأننا متواجدين في السلطنة تطبيق انتخاب وكذلك المنصات التواصل الاجتماعي في السوشال ميديا تحت لنا فرصة كافية أن نتعرف على البرامج الخاصة أهداف المترشيحين كان عندنا التجربة القيدة في مسألة نقل هذه الأهداف وبناء على كل واحد يحدد الشخص المرشح الذي يصوت له واحدة من التحديات التي كانت تواقه المبتعثين وأيضا العمانيين في الخارج هي مسألة التنقل من منطقة إلى أخرى للتواجد أو الوجود في عواصم الدول للمشاركة فعليا في عملية التصويت الآن كيف لمستم هذه السهولة واليسر من خلال التطبيق الإلكتروني؟ الآن نحن في لندن ما زلنا في ساعات الصباح الأولى لكن مع بعض التواصل مع الشباب في مختلف المناطق في المملكة المتحدة مثل ما تفضلت أخي بأن التطبيق أو المنصة سهلت على الجميع يعني عوضا عن زيارتهم للعاصمة أو لمدينة كفرة لزيارة القنصلية أو السفارة في بعض الدول لتصويت لمرشحهم الآن التطبيق قتى حالهم الفرصة وبكل سهولة فقط ما يحتاج ليكون مع هاتف ذكي وطاقته الشخصية الفعالة ويقدر يتمام العملية في دقائق أينما كان وكذلك التطبيق على حد علمي يغطى شرائح إضافية من ضمنها أصحاب الاحتياجات الخاصة وسهلهم عملية التواصل من خلال المنصة وكذلك التصويت لهذا أيضا هذه النسخة المطورة أخي خالد من التطبيق أتاحت مؤشرات أول بأول لربما أنتم الآن خارق الحدود تفتقدوا التي هي التفاعلية مع العملية الانتخابية ولكن من خلال وجود كل هذه المؤشرات أصبحت الفرصة متاحة لكم لمتابعة العملية عملية التصويت أول بأول ليس كذلك ما في شك في هذا أكيد المنصة الجديدة هذه والتقنية سهلت علينا وقعدت عملية التصويت والتواصل أكثر فاعلية وأكثر سهولة عما كانت عليه في السابق الحمد لله هذه التجربة كانت يعني مثرية ونشكر القائمين عليها كل الشكر إليك ونتمنى لكم التوفيق إنما كنتم من طلبة مبتعاتين أو عاملين خارج سلطنة عمان كل الشكر إليك رئيس جمعية الطلبة العمانيين في لندن خالد الزبيدي كل الشكر